أنت حلمت مرة من المرات إنك تبقى موزيع؟ طبعاً حلمت وسقط آآ روحت.. روحت الإزاعة قد فأقول لك أول حاجة بقى الحاجات هامشية روحت للإزاعة آآ أنا جدت بثقف وبقرأ وبعمل وبدرس لها ومعايا لغات وبتاع فدرست أخلت اللجنة قاعدة كان بتاكل سوداني قاعدوا يسألوني رضيت على كل حاجة وبعين قالوا لي إيه ده قلتولهم سوداني آآ بين الإنجليز واللوبناتس آآ مسكوني في السوداني نص ساعة يا فنم أنا مش خريك زراعة أنا خريك أداب يا دكتور يا قنيس بيه أنا خريك أداب ومعزة علم النابسة كان روحتولي بالسوداني علم النابسة سقطوني في الإزاعة ما أنا كنت ناجع تحريري ونفس شوفه كمان روحت راحت اتخذ التلفزيون بصت لحواليه لا أنا أوسم واحد واشك واحد والتاع وهنجح سقطوني في التلفزيون برضو هل دا حلم من حلم حياتك أنت بتطلع موزيع من مرات مرات أبا أنت بسبب أنت بسيبتش حاجة لما بدي بقولك أنت بتقعد تدور يعني كنت عايزة لقبها مثلا الخارجية مثلا أه أنت اشتغلت في الروحة الداخلية كنت عايزة وكليها حربية أه وكليها حربية مثلا أه لأن النظر ضعيف تبالك لكن كل دا يعني كان فرعيات جنب مجلس الشعب وحافظه وزير وربنا الداني الأكبر نعم الحمد لله رجعت تاني للوزارة كأخصائي ورجعت للوزارة وأنت في الوزارة أخصائي رياضي هل جالك وقت من الأوقات أنك حلمت أن أنا هبقى هاجي على الكرسي دوت إحنا أيام ما تعايننا كنت أنا عم منعم واهمة مجموعة تعايننا تعايننا في المجمع أيوة وكان آميها رئيسنا مختار التتش يا سلام هو كان كان تابع إحنا كنا تابع شئول اجتماعية اه وكان عملها وكالة وزارة للشباب والرياضة فكان مسكها مختار التتش وإحنا كنا كام عائل كده أنا وعمني أموها بيه وسميه تلاتة أربعة كده من الصغيرين دول عاعدين في قطه طول اليوم نصف معصوده كده ويشتم ويدعا ويعمل اه أجوش عملته مرة واحدة بس على طول يعني فكنا بنقعد مرعوبين يعني فهي أول أول وظيفة اشتغلتها كد في ال لا يا لكن الأخصاء الرياضة الرياضة دي أهلتك بعد كده إنك تفكر إنك كانت بعد كده روحت مدرية الشباب وسمع لها الغد ما بقيت وكيلي المدرية مدير مساعد المدرية أه خدت خبرة بقى إن شغلت مع مراك الشباب وعملت مراك الشباب والقانون بقيت أدريسه تاكلب ده كله عملت في حاجات كتير أه تاوليت مسؤولية وزيري الشباب والرياضة أول حاجة فكرت فيها إيه؟ فعلا تقولي يا دي جات إزاي؟ اه معناها معناها حاولك يعني أنت أول حاجة فكرت فيها والخبر نزل عليك إزاي؟ شوف أنا كنت رايح بأحلام كبيرة قوي اه بس أول ما روحت كام شغل أولي صدمت ليه؟ يعني دخلت في سرعات مع اللجنة اللومبية وكان رئيسها واحد قريب مسؤول كبير عارفينه اه باهم؟ فأنا جيت على الدورة الأفريقية يعني كانش الصلاة عملت ولا أي حاجة واخد بالك وكل مش أي شيء تم على الإطلاق يعني طب أنا عاوز في حاجة سوارة برضو كده أنا ملاحظها الناس بتحودش بلا منها حقيقة لما هتتكلم فيها هنفهمها أكتر ليه دايما بقى فيه صراع بين وزارة الشباب ورياضة وبين اللجنة اللومبية؟ ليه؟ لا أنا أيامية ما كانش فيه صراع بعد أنا ما عدت غيرت نعم جبت دكتور جمال مختار جمال مختار اه يعني لا يعني غيرت الدنيا وعين جاء تاني الأخ اللي أقولك عليه تاني ده إنما فيه صراع ما هو أنا أنا تعرف حسن مصطفى صديق صديق عم فأنا دورة السويد ده عزامني بتاع اللي أنا بقول الدورة العالمية ده وتطوط العالم من الكرة اليد وقابلت هناك الوزير جاء خالد عبد العزيزة وأنا كان لها رأي في القانون ومعترض عليه بحشة خدي رأيي يعني بس أنا كان لها رأيي إن ده بيلغي دور وزارة الشباب خلاص انتهت يعني فأنا عادت أتكلم معهم في مشينا تماشى شوية عنا اتنين فعنا شدت مع مصطفى مع خالد ومع مع حسنة هل القانون هو اللي بيسمح بكده؟ أيوة قانون ما عندكش اختصاص يا دكتور بصفى غنى جدا مسؤول عن شؤون المالية والإدارات بس مم فهم؟ طب إزاي يعني؟ مم يعني أنا بس يعني جاي من المنفس كده وخلاص لا يعني أنا عشان أكلم اتحاد الكورة يقول لي لأ أسف إنت دخل حكومي ما غنوا التدخل الحكوم دي مشكلة فأنا قلت له يا حسن أنت أنت يا خالد أنت غلطان قال لي ليه؟ قلت له أنت عملت لجنة وخليت الدكتور حسن مصطفى رئيسك نعم كانت الوزير المقتص أه وكان عنده خصصات أيميها بقى جامدة طبعا أنت أنتو الاتنين شلتوا دور الدولة أنتو طب اللجنة اللهم بيها بتاعتكو دي بتصرف من اين؟ من الدولة؟ أنا اللي بديها الفلوس أه طبعا وأقدر أمنا عنها الفلوس أه خدنا في حوار طويل كده غيرت اللوايح والكلام ده كله؟ أيامي أنا؟ القلونين أه؟ لا غيرت في اختيار الأعضاء اللجنة نفسها اللي هو؟ اللي هو ما بشي بيها لقتين أنا جبتوا رؤساء الاتحادات حطيتهم في اللجنة أه لكن أنا بتكلم هم مصطفى شخصيتك بتفرق مش عاوزة كلام والإحساس أن أنت قوي وإنك ده فهم أكتر منهم وإنه كذا وإنك أنت بتديله فلوس بس خلاص فهي دي ادي الفكرة طب إزاي نحلاها؟ ما زالت لحد دلوقتي لما بسمع سيادة الوزير يقولك إحنا ما نقدرش نحل عشان التدخل الدولة دكتور أشرف بيقول لي إحنا عدلنا القانون وإن شاء الله تسمع كلام كويس حتى لسه كتب لي بتاعه وكتبت له كده أطلع دكتور غيره قانون أقل ما إحنا نشغالين فيه شغالين فيه دولات مبالد سنتين مطلعش ولا هيطلع لأنه خايفين إنه دكتور حسن مصطفى مع اللاجنة مبالدة الدولية يعمل مشكلة لا دكتور حسن مصطفى لو حاجة هتبقى لصالح البلد لا حسن من أعظم الناس صراح حسن حسن جميلة جدا يعني إنما العاك اللي هم بيعون إنما انت شوف انت اللاجنة مبالدة عشان تفتكرة قوية تلعب أشرف صفحي قوي بإيه؟ إنه جامع الرؤوساء الاتحادات لأ 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 لأنه هو عنده شؤون مالية والإدارية فبالتالي تلع عنده مخالفات مالية وإدارية في الاتحاد الفروسية اللي هو مسكو نعم بحاولها النية بس خلص بس ده اللي تملكه لكن تقدر تتدخل إنت تشيل المدرب ده يعني تكونش أصبب تتكلم ما معنى إنو المدرب برضو لازم يتغير ما قالش كده يتغير يتغير ما معنى أنت بس بس أنت تدي التعليمات تدي التوجيات هم جم قاعدوا معاك ياخدوا رأيك ما أنتو لازم تاخدوا خرارات بصيرية لتكرة القدر تقول مع الوزير المختص طبعا تقول له نعمل إيه ورأيك إيه وكلام ده كل فيعني مشكلة مصطفى مشكلة ربنا يصلح الحال طيب أنا معايا تقرير لنجم من نجوم نادي الإسماعيلي وحبيبك قوي ومن ولادك الكابتن محمود جابر نجم الإسماعيلي آه جميل محمود هنسمع محمود يقول إيه ونرجع تاني إن نكمل كلامنا دكتور عمينا ممار يمكن ترجمة نانسي قنقر